نظمت الكاتدرائية الأسقفية الإنجليكانية في العاصمة البرازيلية لقاء من أجل الشهداء في غزة ولوقف الحرب وتحقيق السلام في فلسطين وقال أسقف الكاتدرائية في كلمته إن هذه الصلاة تأتي كواجب إنساني وأخلاقي في التضامن مع الإنسان المتألم والتعبير عن التأثر الكبير جراء سقوط آلاف الأرواح البريئة في فلسطين وخاصة في غزة المنكوبة والجريحة وأشار إلى أن ما يحدث في غزة ليس حربا بل هو إبادة جماعية لا يمكن تبريرها مؤكدا أن الكنيسة تقف دائما ضد الظلم وتدعو إلى تحقيق العدالة